محمد عبدالوهاب رفيقي معروف أبو حفص باحث في الشؤول الإسلامية بحكم التخصص الدراسي ديالي مهتم طبعا بقضايا التطرف والإرهاب منظر التجربة الشخصية اللي عشتها فاد الباب تحول أكيد أنه وقع ولكن أنا شخصيا معمرني حسيت به علش لأنه جاب شكل سلس وجاب شكل طبيعي بزاف ديال الناس ممكن يقولوا بأن التجربة السجنية كان عندها أي السبب وذا غير صحيح انطلاقا من اللي عيشت وأنا مع نفسي والمعارك والحروب اللي خطها مع نفسي قبل الآخرين وإنما هو جاء شكل طبيعي ديال أشكال من أشكال التطور المعرفي التطور حتى على المستوى الحياتي إنسان يتطلع أكثر يزداد تجربة يزداد أفق ديال النظر دياله إلى الزوايا العالم صحيح التجربة السجنية غادي تكون سعدات بالبتعاد عن التأثير بالوقت المتوفر ولكن ماشي هي العامل الوحيد وإنما أنا أصلا من الصغر ديالي وأنا فيه كثرة البحث وكثرة الفضول والرغبة في معرفة الأفكار الجديدة وحتى هذه التجربة التي يتحدث عنها ماشي هي هذه مئة في المئة ولكن سلفي بالعموم هذه التجربة كانت في إطار البحث عن الدات وطبعاً كانت يدخل فيها عوامل أخرى وهي الأسرى، البيئة، المحيط، السياق العام، السياسي اللي كان في هذا الوقت لينتج هذا الشخص كما أريد له أن ينتج بهذا الشكل وهذا القالب ولكن حياتي الحقيقية أنا أعتقدها هي المبدي تنأسس القناعة الخاصة الأفكار الخاصة لي طبعاً بمساعدة المعرفة أو القراءة أو الكتب إلى أن وصلت للمستوى أو الأفكار التي أحملها اليوم وهو ما يمكنش أنك تنعاتق من واحد القالب معين أو تمرد عليه أو تخرج عليه إذا لم تقرأ للآخر ولهذا التيارة السلفية هي تعي هذا الأمر هذا يعني عندها وعيتان بأنك لا تطلع سيع للرأي الآخر هذا يمكن يهدم لك الأفكار ديالك أو بين الضعف ديالها لهذا تطلقى عند مثلاً داخل الإيديولوجيات السلفية أو داخل التيارات والتنظيمات السلفية تطلقى أول شيء تحرصوا عليه ويقول لك بأنك لا يمكنش تكون سلفي إلا ما كنتش تتحمل هذه الفكرة هذه وهي عدم الاستماع إلى الآخر عدم الاستماع إلى الآخر وهذه مشيزة ما تنقولها من باب التهويل لا حقيقة وا واقع لأنه درسونا وإحنا أطفال صغار بقين أطفال صغار إياك أن تسمع لفلان أنك لا تكون مسلم حقيقة ولا تكون سني حقيقة إلا سمعته الآخر الآخر طبعاً له أسماء مختلفة ولكن إلا كان باقي محسوب على الإسلام تسميه مبتدع كان خارج الإسلام تسميه كافر ودائماً تحذير تقول لك الكافر هذاك معناش مع مشكل لأنك أنت عارفوا أنه كافر فبالتالي ستأخذ بالك احتياطك منه ولكن المشكلة هذا الذي يحمل صفة الإسلام ولهذا عندهم في بعض الآثار والمنقولات والمقولات ديالهم أن المبتدع شر من اليهود والنصارى شر من الكافر إلى آخرين وهذه الاصطلاحات وهذه الأدبيات التي تتربع عليها الأطفال إياك والمبتدع فإن مثلاً تيجيب لك واحد الآثار سيقول لك رأى فلان بنه فلان قال إياك والمبتدع وإياك والسماع له فإن الشبه أخاذ معنى فإن الشبه أخاذ يعني ردك الشي لغة يقول لك رأى يمكنني يأثر عليك فلهذا الحل هو أنك ما تسمعش له أصلاً وتيدير هذا الإجراء الاحترازي من الأول اليوم الذي يتمكن فيه الإنسان من أنه يتمرد على هذه النقطة وهي نقطة أساسية عندهم وأنه يقرر أنه يسمع للآخر يكون متأكد أنه سيصدم وسيفاجع كما أنا شخصياً وقعت لي صدمات وقعت لي مفاجآت هي التي دفعتني للبحث أكثر للإطلاع أكثر حتى أنني وصلت في واحد المرحلة إلا أن ما يحدر منه هو أنا الذي تنبحت عليه هل فعلاً التقافة هي سلاح أحد الأسلحة التي يمكننا أن نحرب بها الإرهاب أو لا يمكن أنا انطلاقاً من تجربتي الشخصية وانطلاقاً من تجربتي العملية هذه التي تحدثت عليها بجوج بهم تنوصل إلى نتيجة إلى أنه التقافة أحد الأسلحة فعالة في محاربة الإرهاب في الوقت مثلاً لكل والد حريص على أنه يجيب لي بعض المجلات الدينية وبعض الكتيبات والقصص الصغيرة لكلها دات محتوى ديني الوالدة ديالي ربطات لي واحد العلاقة كبيرة جداً بيني وبين مجلة ماجد لي كنت عندي الأعداد ديالها بالمئات ولا أكثر وكانت الوالدة ديالي واقفة على هذا الأمر هذا وتتجيب لي صباح الأربعاء تتجيب لي ديالي المجلة وكأنها بدخلاني للجنة هذا النهار وهذه الأمثلة وإلا تعمل لف كيفاش كنت تتصفتني عند جيران أو عند هداف الوقت لما كانت لدينا التلفازة باش نشوف المسلسل الفلاني أو نتابع السلسل الفلانية كيفاش واحد الوقت اللي وليت عنا كانت عنا في البيت الكورة حرام وأنا ربي في العشق ديال الكورة كيفاش كانت تتحرس كل حرص على أنني ولو أنها تتغامر التماسك ديال الأسرة ديالها من أجل أنني نمشي نحضر لواحد المباراة في كرة القدام ولا نحضر لواحد الفيلم زائد أنها هي كانت مستخدمة في الخطوط الملكية المغربية وكانت لما تجي تجيب مع المجلات الفرنسية بما فيها المجلات النسائية اللي كانت تتحرس أنني نقرأها في ذاك الوقت فام أكتويل ماكسي أل تنقرأهم وأنا بقي طفل صغير وأنا مراهق وإن كان ذلك خفية ولكن كون عندي واحد ثقافة هذا الزاد ثقافي اللي كان عندي هو اللي غادي يساعدني بشكل كبير جدا من أجل أنني نأسس القناعة الجديدة نديرها التطور نديرها التفراء في حياتي هذا الأمر هذا هو اللي كما قلت خلاني أنني فيما بعد أنني نحرص أنني نوظف الفن والثقافة لا في مواجهة الأفكار المتطرفة لا حتى في عملية تنوير ديني بشكل الآن مثلا الظلم الذي الذي تتعرض له المراهق في قضايا الإيرت سواء في مسألة التعصيب ولا غير مسألة التعصيب هذا الظلم هذا ممكن أن نأتي ندير محاذرة ويحضروا الناس أحيانا قد تعطي نتيجة لكي لا نقول بأنها ليست لها نتيجة ولكن لما أنا بالتجربة اللي عشتها لما نفس هذا الموضوع ونفس هذه الأفكار أولا تتمررهم عن طريق الخشبة ماشي لخشي الخطاب المباشر اللي تواجه الناس يقول ليهم هاش نديرو هاشنو ما تديروش لا الرسائل تتدوز واحد الشكل السلس جدا من خلال خشبة المسرح من خلال واحد عرض فكاهي هذاك العرض الفكاهي أنا قصدت أنني نشترك فيه سواء لا في كتابة وإعداد النص أو في المناقشة اللي تتكون بعد النص ليكونوا في حرص أنه يكونوا فيه نجوم كبار معروفين على الصعيد المحلي اللي ممكن أنهم يجيبوا الجمهور وبالتالي تدخل تتلقى القعامة مليئة عن آخرها لأن الأسماء معروفة العرض فيه كثير من الضحك وفيه كثير من الفكاهة وفي نفس الوقت تمر الرسائل لقيت بأنه حتى التأثير دياله على الناس وتجاوب الناس مع الموضوع وردود فعل الناس في موضوع جد حساس في موضوع بزاف ديال الناس إلى اليوم يعتبرونه مس بالدين ومس بالتوابط ديالهم ولكن لما تتمرر عن طريق المسرح كان صراحة تلقى أثر إيجابي أكبر وأكبر بكثير وجدين عائق حقيقي أمام التطور فيه كثير من القضايا برأيه وحسب طلاعه واختصاصه بشكل موضوعي ليس بعائق علاج علاج أن أقول لك ليس بعائق لأنه كما قال حدي بن أبي طالب بنفسه قال فإن القرآن حمال ذو أوجه قال قال ابن عباس قال له وغادي الخوارج لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو أوجه يعني قابل تأويل فلهذا شنو تطلقى تطلقى لي تينادي شي تينادي مثلا ضد الحريات مثلا في الموضوع تتحدث عليه يستدل لك بالنص الديني واللي مع الحريات أيضا غادي يستدل لك بالنص الديني لأنه النص الديني في أصله مرين وفي أصله حمى ولهذا قلت ماشي مشكلة والدنيل أنه ماشي مشكلة أنه تاريخيا على أمر التاريخ وإلى اليوم في ما تبغيوا يدوزوا شي حاجة أو تشوف الدولة ونظام سياسي معين تشوف أن المصلحات في أمر ما تقنرها وتيجي هذا الفقير الديني وتيقول لهذا شي ما كانش مشكل فيه ديني لأنه كان نصوص فيه هكذا وفيه هكذا باش نكونوا واضحين في هذا الأمر هذا النص الديني ما فيش مشكلة نهائية لأنه مرين لأنه يؤول حسب مصلحات الشخص المؤول كل شخص بغاشي حزارة غادي يوصل لها من خلال هذا الأمر هذا وبالتالي هذا القيام بما أنها قيم كونية وبما أنه متفق عليها وبما أنه البشرية اليوم تتفق على أنها في صالح الفرض وفي صالح المجتمعات وصالح تقدم البشرية ما كيش مشكل داخل النص الديني فضلا على أنه لا غادي نمارس وتحنا كما يمارس الجميع هذا الانتقائية داخل هذا النص الديني من أجل الوصول إلى فكرة معينة ما نتحدث عنه اليوم موجود موجود داخل النص الديني وبالتالي الحرية هي أصلا مطلب علش غادي ندافع ليه أنا أنا تنشوف مطلب فطري مطلب غريزي الإنسان هي أعز ما يملك وأعز ما يمكن أن يحقق له كرامته ويجعله ويستحق العيش وما تقول ليش لله أنا تنشوف غريزيا وفطريا وطبيعيا الشعوب بطبيعتها الأفراد بطبيعتهم يتقون إلى الحرية الحيوان وتطلقه يتوق إلى منعتاق ويتوق إلى الحرية جين تقول لي لا الدين سيقمع لك هذه الحرية وغادي حبسك وما غادي يخللي لك الحرية هذا غادي يخلي بز tad عني أوه ينفرح تمنى الدين لأنه تشوف أن الدين سيقمع له الحرية دياله تيقمع له طبيعته تيقمع له الفطرة دياله وبالتالي نحن ندفع على واحد الحاجة وهي غريزية وهي فطرية ولما تنشوفوش أن النص الديني أو التديون هو عائق أمام تحقيق هذه الفكرة الدولة لم تكن رقيباً على الناس وخصاش تكون هي إلى اليوم باقت للأسف الشديد بعدد من القوانين باقتت مرسها على الرقابة الدولة مشي من حقها أنها تقول الناس ما يجب أن يفعلوا وما يجب أن لا يفعلوا الدولة عندها قانون لتتأثر به المجتمع وتتمنع به الناس من أن يؤذي بعضهم بعضاً وتتنضم به حياتهم ولكن أمر لا يعني الآخرين في شيء ولا لك احتكاك بالآخر في شيء وتجي الدولة تقولك ديره وما تديروش أو الدولة تقولك دير هذه لأنها أحلال وما تديرش هذه لأنها أحرام الدولة ليست رقيبة على أديان الناس ولا على معتقداتهم ولا على السلوكياتهم ما لم تؤذي الآخرين وبالتالي أنا تنشوف أنها وهذا الأمر ليس غير في قضية هاجر إذا أترت في السنوات الأخيرة هي فرصة لكي يترافع الجميع بما فيهم الناس لكان مصابقاً ضد الحريات الفردية أنه يناضله من أجل إقرار هذا المبدأ هذا ومن أجل بالضبط إلغاء القوانين التي لزالت إلى اليوم تتدخل في الحياة الخاصة للناس شنو الحاجة اللي ندمت عليها في حياتك بكل صراحة ما عندي شي محطات كبرى أو أحداث كبرى يمكن نقول أنني ندمت عليها لأنني تعتبر نفسي أني يوم بديت نأسس الفكر ديالي والقناعة الخاصة ديالي هذا هو الولادة الجديدة ديالي والحياة الجديدة ديالي ولكن ممكن أن ندمت على أحداث بسيطة أو ممكن أن ندمت على واحد الكتاب لم أقرأته واحد العرض سينمائي أو مصرحي فاتني واحد مباراة قرى مصيرية كان ممكن أنني نحضرها وما حضرتها هذا أقصى ما يمكن أنني ندمت عليه شنو الحاجة اللي أنت فخور بها في حياتك هو بكل صراحة أنا فخور بكل المصار ديالي لأنه لو لا المصار الذي عشته بكل تقلباته وكل محطاته وكل أماكن كثيرة اللي شفتها في العالم فلو لم تكن كلها ما كنت ما أنا عليه اليوم وبالتالي أنا فخور بالأب ديالي بالأم ديالي بالأسرة ديالي بالمحيط ديالي بالأصفار اللي قريبا أكثر من 30 دولة اللي زورتها في الحياة ديالي الكتب والمجلات اللي قريتها في الحياة ديالي ما هو الحلم ديالي في الحياة الحلم الحقيقي ديالي هو أنني نعيش في واحد دولة يكون فيها هامش الحرية واسع جداً تكون فيها حقوق الإنسان مصانة تكون فيها كرامة الإنسان متحققة يكون الإنسان يعبر فيها بكل قناعة وبكل اختيار عما يريده وعما يطلبه طيباً لأن هذا هو الحلم الحقيقي اللي تشتغل عليه ولي تنبغيه شكراً لك شكراً شكراً لك